آخر حفلات أم كلسوم فيما يتعلق بالمجهود الحربي اللي كانت بتقوم بي كانت فين وكانت ايه؟ كانت في جامعة القاهرة قبل توقف عن الغناء مثلاً بأربع شهور وهي كانت صحياً مش في أسوأ حالتها تعبت جداً وعلى فكرة هذه المرحلة في حياتها أثرت بشكل جبير جداً على صوتها وعلى يعني انحضار الصوت بشكل سريع وعلى صحتها كمان الجثمانية فهي مرحلة دي بالنسبة لي كانت أهميتها تكمن في أنها كانت المرحلة الأخيرة في حيات أم كلسوم اللي شاهدت بعنيها قدر المحبة والتقدير العربي لأم كلسوم يعني أنا بعد كتاب ما خلصته حسناً دي كانت مرحلة لازمة وواجبة في حيات أم كلسوم عشان تشوف في آخر حياتها قبل وفاتها قدر المحبة الجماهيرية والشعبية اللي كانها الشعب العرب ليها يعني على مدرع عقود وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان لي صدى مش كويس عليها واتأثرت جداً جداً بوفاته كلمني شوية عن الموقف ده وكلمني شوية عن نهاد الحدث في حيات أم كلسومه في مشواره ساعة فوق يعني موت ناصر كانت المساعدة عتب في موسكو عندها حفلة هناك وهي كانت دي كانت حفلة بالنسبة لها حفلة مهمة جداً لأنه كان رحلة كبيرة جداً لبلد مهمة جداً في علاقاتنا السياسية في مصر فكانت في ترتيبات كبيرة لحفلة أم كلسوم في موسكو وكانت الحفلة بفوت تاريخ 29 ستمبر يعني بعد موت ناصر بيوم واحد فقط فطبعاً لمحاصلة الوفاء الكل المعامل الموافقين كان فيه خوف وكان فيه ترقب من اللي حيبلغ الخبر وأنا اتعمت في الكتابة أن أنا أجيب يعني شهرات الناس اللي كانت في السفارة المصرية ساعتها اللي شافوا أم كلسوم ما قبل خبر موت عبد الناصر وما بعد موت عبد الناصر فكل أجمع على أنه كانت صدمة يعني قصية جبداً في حياتها مش أقل من الهزيمة إطلاقاً لأنه هو كان بالنسبة لها مش بس زعيم هو كان شخصه مقرب جداً لها وكانت عندها علاقات قوية جداً بشخصه وبعيلته بيه وبذوقته وأولاده فكان بالنسبة لها دوت يعني حدث قاسي جداً فيها كنت في موسكو ورجعت يعني حزينة وكان برضا تفكير عندها هل أن أنا أكمل غنى بعد موت ناصر ولا لا فكانت حدث قاسي جداً عليها كلنا شوية عن أسلوب الكتابة اللي قررت أنك تكتب بيها الكتابة طبعاً إحنا ما تكلمناش عن الغلاف بس هو الغلاف الحقيقة معبر جداً عن اللي بيتكتب جواي هانيا ومعبر جداً عن الموضوع أريد أن الكتاب شكله كبير جداً بس هو فيه صور الحقيقة كتيرة جداً والصور دي أنا عجباني لأن فيها قدر من التوثيق كمان لأنها صور حقيقية لسيدة أم كلسوم لها علاقة بكل الأحداث اللي مذكورة في الكتاب كلمني شو عن طريقة الكتابة وانت بتحكي الحكاية المهمة دي بتحكي عن فنانة وإنسانة وستة مصرية أصيلة كفحت عشان اسمها وكفحت أكتر عشان خطر بلدها هو كان فيه يعني في الأول خاص تفكير فيه كيف يتم عمل الكتاب لأنه الكتاب ضخم جداً والمعلومات التاريخية كتير يعني جداً في الكتاب فكان قدامي خيارين أن أنا إما أكتب كتابة تاريخية معتادة حصل كذا يون كذا أو أن أنا أكتب ده في شكل أقرب للشكل الروائي لأنه ما كتب عن هذه المرحلة كان عامل وصف دقيق جداً لكل شيء الفستان، البروشي اللابسة شعرها كان عاملت إزاي الساعة كذا عاملت كذا فكان كل المعلومات المتاحة دين الإمكانات أن أنا أعمل كتاب في شكل أقرب للرواية من كونه كتاب تاريخي يعني فيه معلومات تاريخية صرف يعني بالزبط فأنا كنت حابب أن أنا اللي بيرى كتاب بيكون عايش الحدث وعايش تفاصيله بشكل التخيل لأنه مهم جداً أن التاريخ كمان يقدم للقارئ مش بس تم معلومات وثائقية إنما كمان تقوموا ملع بعض الشيء عشان تتحس ونتأثر بيها بالزبط كده بالزبط فكاني الحل أو الأفضل بالنسبة لي أن أنا أعمل الكتاب كله في شكل روائي أكتر أو في شكل يعني يخالي القارئ عايش في تفاصيل الرحلة والحفلة والحكاية ومتخيل كمان ده من خلال الصور لأن الصور بالنسبة لي عامل مهم في ربط الحدث بالصورة بالتخيل فده كان قارئ من الأول خالص والعمل كله كتبها كذا يعني جميل أنا سعيدة جداً بالحلقة النهاردة عن الصورة الشخصية وأتمنى أن يكونوا كل مشاهدين كمان صورة زي تفاصيل مهمة حكايات مهمة شخصية نفتخر بيها شخصية تدينا درس لينا ولكل إنسان في مكانه ولكل مطرب ولكل فنان ولكل شخصية معروفة إنه قد إيه أنت دورك مهمة وإنه قد إيه مكانك مش بس إنك تكون بتقوم مهنتك إنما كمان إنك تساعد بلدك إنما كمان إنك تقف مع بلدك في أي محنة تمر بيها ترجمة نانسي قنقر